السلام عليكم كيف تمال؟ صحة لباس نتمنى تكونوا باخير وعلى خير بصحة جيدة ان شاء الله مرحبا بكم معي في فيديو جديد مع وصفة جديدة في قناة وقناتكم نظيفة تريقون اليوم البنات سوف نشارك معكم فطيرة عمرة في الفران او خبزة في الفران كتي صراحة مزيونة بزف بحشوة اللي هي لديدة بزف بزف وبالعجينة طبعا اللي هي قطنية نتمنى تعجبكم هاد الفطيرة وهذا الخبزة اللي سوف نوجد معكم اليوم والذي أعجبكم في الفيديو سوف أخطرها مع الناس اللي كنت تعرفوا وما أحببكم وده سوف نتمنى مع المقادر وطريقة تحتاجه بالنسبة للمقادر اللي سوف نحتاجه هنا 250 جرام طحين الفينو كما ترون معي هنا 350 جرام كترة الخل كترة الخميرة الخبز كترة الخميرة الحلوة وملح كترة السكر بالنسبة للمقادر بالنسبة للمقادر بالنسبة للمقادر كترة الخميرة والزيت والمال ونجمعه طبعاً لا يدفعه كترة الخميرة وملح والسكر والسكر والمكونات كترة الخميرة بالنسبة للمقادر بالنسبة للمقادر بالنسبة للمقادر بالنسبة للمقادر مهم نعجنه ونزيده ونحن نشاهده على القوام بالنسبة للمقادر كترة الخميرة بعد العجينة سوف أرطبها كما يوضح الفيديو سوف أرطبها وفي نفس الوقت سوف أضع نقطة للمقادر ونغطيها بلاستيكة ونجعلها تخمر ونزيدة سوف أرطبها للمقادر سوف أرطبها سوف أرطبها كما ترى هنا قطعتها قطعتها ومجوانا جبن وزيد العود منطقة زعيتراء أزير كترة صغيرة الكامون كترة صغيرة تحميرها وملاح وقصبور وقصبور قصبور قصبور سوف أضع زيتون بالنسبة للحشوة والبنات سوف أضع والبنات سوف أضع والبنات سوف أضع سوف أضع الجيش لا سوف أضع سوف أضع الماء سوف أضع العطرية كاملة فوق الجيش كما قلت لا تكون مهيلة لكي لا تضع الماء سوف أضع الملاحة سوف أضع سوف أضع العطرية مع السدرية الجيش سوف أضع سوف أضع سوف أضع العطرية سوف أضع البصل سوف أضع البصل سوف أضع البصل مع السدرية الجيش سوف أضع القصبور سوف أضع سوف أضع كل شيء سوف أضع السدرية الجيش سوف أضع سوف أضع السدرية الجيش سوف أضع خبزة سوف أضع سوف أضع الطابط في الألوان سوف أضع سوف أضع سوف أضع سوف أضع سوف أضع سوف أضع أضع كبيرة شوية على اخرى. هي واحدة شوية وحدة كبيرة شوية وحدة صغيرة. صافي البنات كيمكن تشوفوا معايا عملت واحدة كبيرة على اخرى. سوف نقرص في الخبزة كبيرة. سوف نقرص فيها. بالنسبة للخبزة للخبزة. سوف نقرص فيها. انا لدي هنا سينية. عملت فيها الورقة الزبدة. فيها فشة سوف نقرص فيها. بالنسبة للبنات الذين لا يستطيعون العجينة يقرص فيها. لا مشكل. سوف نقرص فيها. سوف نقرص فيها العجينة في السينية التي فيها الورقة الزبدة. تشكل هذا. كما تشوفون هنا هي الرقيقة ليس غلطة. كي يجب الخبزة لنا عمره ولم يوجد الخبز بسيطة. سوف نقرص في هذه البنات. سوف نقرص في الحشوة. سوف نقرص في الخبزة كاملة. سوف نقرص في الحشوة. سوف نقرص في الحشوة كاملة. سوف نقرص في الحشوة كاملة. سوف نضيفها على الجبن المدزر الله. بالنسبة للجبن تستعمل أي جبن الذي أجبكم. ليس ضرور في المدزر الله. سوف نقرص في الحشوة. ومهم كيف يبقى لكم الخصيان. أو لا تستعملوا الجبن المربعة. وصنطويشات. سوف نقرص في هذه المدزر. سوف نقرص في الحشوة. سوف نقرص في الحشوة. دعلها جدا. سوف نقرص في الوصف. سوف اضبع كل حشوة في الحشوة. devastated. كما كانت رقائية ج heavily Подفعهم. وسوف نقرص منها كذا. سوف أقرص فيه زّ likes. معلfast عجناء ليس وقتها لم يكون المهم. في حال هذا البناس سوف نقطع قليلا من العجينة كما ترى في الصورة في حال هذا لكي تأتي العجينة تغطي لي هذه الحشوة سوف ننهز الخبز ونقوم بفق الخبز في حال هذا كما ترون معي جاء الخبز هي هذه التي تغطي لي الحشوة سوف نحاول نتكي على الجنوبات لكي لا تخرج العمارة من داخل في حال هذا سوف نضع لكي لا تخرج العمارة ونخسر لكي الخبز سوف نأخذ البناس بعد ان ترون معي سوف نضع لكي من داخل الجبن المتزرقي سوف نضع لكي أمي في حواشي لكي لا يكترين الخبز في الطريق لكي تنكل سوف يجب جيدة جبن مع الخبز اصافة البراز في حال هذا. انا دورت سجبن كامل على الخفزة. وده بقعد يبدأ نشوت بهالطريقة. الطريقة هي سهلة. في حال هذا كما ترون معي. نحاول ننهز العجيلة ونطويها. ونسكي عليها ونحصل عليها هذا الشكل هذا. لكي العجيلة لا تفتح شيء ضروري نسكي عليها واحد شوية. في حال البنات اخطيت هنا يجوز لي الصفة البيضات. زيت عليهم شوية الصجابة. لكي يدهن الخبزة لي. وبالنسبة للبنات الذين لا يريدون أن يدهن بالبيضة عندهم حساسية من البيضات. يدهن بالحليب ونسكفي. ودهن بها الخبزة. سيأتي تهيئة محمرة ويأتي بنفس اللون. سوف أخطيت هنا صفة البيضات. لكي يكفيني في الخبزة كاملة. ودهن الخبزة لي مزيئة. هذا في طبيعة الحال. في المرحلة الأخيرة. أشعرت الفرن لكي يسخن. على درجة 250. ودخل الخبزة سأشعر الفرن من زحيت. وسننقص على درجة 200. مهم كما كان يطيبون الخبز عادي. كل شخص يفهم الفرن. وكما كان يطيبون الخبز. من الزرارة على البنات. سننقص على زرارة هذه في حواشي. سنستعمل زرارة لديكم في الدار. يا زنجلان. يا حب الرشاد. يا حب السوداء. مهم كما استعملت أنا. كل شخص يستعمل زرارة لكي يريد. وطبعا زرارة لديكم في الدار. بعد ذلك أستعمل زرارة كاملة. سأخذها باريو. سنقوم الخبزة لكي لا تنفع الكثير من الفرن. سوف تخصر شكلها. سنضخل هذا الفرن الذي منذ قبل. وشعرها العفية من السحيط. هذه الخبزة بعد ان اخرجت المفرران هي بقي سخونة ازوا قطب شوية الخوماج بشي يدوب يبقى اختيار اذا بغيتوا تزيد او لا تزينوها ما بغيتوا شي خليوها هيدكرا هي كجي مزينة راسة براسة سوف نقطع معكم البنات واحد تروسوا باش تشوفوا كيف ايش كجي مندخل كجي صراحة غزالة بزر بزر وليس انكم اذا برد ازالة انا بافضل انا خبزة عامرة موزونة اتمنى اتعجبكم بعض الزهبية اتمنى اتعجبكم بعض الخبزة التي شارطت معكم او الفطيرة وعندخوا بكم الفيديو بقتشه مع الناس الذين تعرفون مع احبابكم ونطلقوا فيديو جديد مع وصفة جديدة واسلام عليكم ومنهركم بكم.